تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني ورفع نائب رئيس مجلس الوزراء في برقيته أسماءات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية معربا عن شكره وعظيم امتنانه للجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تترجم التوجهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأكد الشيخ خالد بن عبدالله أن العمل وفق مقومات ميثاق العمل الوطني ومحدداته ستمكن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مواصلة عملية التطوير والتحديث والبناء على ما تحقق من منجزات حضارية شاملة تستهدف إعلاء شأن الوطن ورفعة المواطن في كافة ميادين العمل الوطني داعينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى المجيدة وأمثلها من المناسبات الوطنية على سموه بموفور الصحة والسعادة لمواصلة العطاء في مسيرة الخير والنماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر